من جنبه قال نائب المدير التنفيذي لمجلس نيويورك للحخامات الحخام جوزيف بوتاسنيك إن اتفاق ابراهام أنار المنطقة بفرص لا حصر لها من الاستقرار والأمان والازدهار بعد أن كانت مظلمة لفترة طويلة من الزمن قال أحدهم منذ سنوات إن التسامح بين الديانات يخلق سلاما للعالم أجمع لذلك فإن مركز الملك حمد بالنسبة لي يجسد أهمية التحاور بين الأديان لأن السلام لا يخلق من فرق بل هو مبني على علاقات بين أناس مختلفين ستلاحظون أن اتفاق السلام يدعى باتفاق ابراهيم وهذا يعكس لنا أهمية الاحترام عند الحوار مع الآخرين لأن محبة الجار هو أمر يتعدى الديانات لدينا مسؤولية في استمرار التحاور لأن هذا يلعب دورا مهما في عملية السلام